موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سنحاول نشرح ونبسط الدرس للمستوى الثالثة ونرى أهم الفقارات الواردة فيه بلايضا فالتصحيح ديال جوج تامارين جهوية شاملة اذا اولا نتعرف على بعض المجسامات فقط كتذكر لان نسبقنا وشفناهم السنة الماضية ونبدأ بالموشور القائم بالنسبة للتعرف الموشور القائم هو مجسام له وجهان متوازيان قابلا للتطابق يتسمون القاعدة ديال الموشور وعنده وجوه جانبية على شكل مستطيل بالنسبة للأمثلة التي غالبا تعطيكم في الفروض المحروصة او في الامتحانة الجاوية امى تأتيكم موشور قائم ذلك القاعدة يعني القاعدة دياله على شكل مثلات او متلاع ان اتقلكم موشور قائم روباعي القاعدة يعني مثلا القاعدة دياله اما اعتار لكم على شكل مربع او اعتار لكم على شكل مستطيل كما ينا في هذا الشكل هذا وفي هذه الحالة تسمى المتوازي المستطيلات هذا بالنسبة للمشهر القائم نمر المجسام الثاني وهو الهارام ومتبع تحل التوارج السنة الماضية بالنسبة للتعريف الهارام هو مجسام وهو رأس والقاعدة دياله على شكل مضلع يعني هنا ليس بالضرورة يكون القاعدة دياله على شكل رباعي القاعدة يقدر يكون متعلان ثلاثي إلى غير ذلك لأساسي أنه من ثلاثة الأضلع فما فوق يعني على شكل مضلع والأوجو الجانب دياله على شكل متلاتات إذن بالنسبة للأمثلة اللي غالبا تعتقوا إما يعتكن مثلا هرام ثلاثي القاعدة أو مثلا يعني ثلاثي القاعدة يعني القاعدة دياله على شكل متلات أو مثلا هرام رباعي القاعدة يعني يعطيكم مثلا مربع او يعطي كمتين القاعدة دياله على شكل مستطيل وبقصف ملاحظة اخيرة بالنسبة للهارم يعني اللي كان اللي تيكون ان هذا الرأس دياله جاي في الوسط يعني المسقط العمودي ديال هذا الرأس الى كان هو المركز ديال هاد القاعدة هذي فهذا الحالة هاد الهارم كتتسمى هارم منتظم يعني الارتفاع دياله هو من اس لمركز ديال هاد القاعدة هذي هذا بالنسبة للتعريف ديال هاد جوج ديال المجسامه سنمرو الفقرة موالية ديال حساب الحجم ونبدأو بالموشور القائم دون الطريقة كيفاش نحسبو الحجم ديال هاد الموشور القائم الحجمية يعني بحالة غاد نعمر هاد الموجسام هاد اول حاجة غاية سعمر هي هاد القاعدة هاد وهاد القاعدة فاش كتعمر كتكون غادة تطلعة كتوصل لفوق ونافس القاعدة اللي لعننا التحت كتكون لفوق وبالتالي فالحجم ديال هاد الموشور القائم هي في كتساوي اس ضرب عش يعني الميساح ديال القاعدة ضرب الارتفاع ما كنقسم موال هنا بنسبة الاس هي الميساح ديال القاعدة وبنسبة الاش هو الارتفاع دياله نمرو الواحد المثال التوضيحي ونخدمه على نفس الموشور القائم يعني هاد كامل اللي قناك تسمى متوازي المستطيلات ناخده هاد القياسات هاد فقط يعني ساوضيحية باش تزيدوا تفهموا هاد طريقة كيفاش نحسبوه الحجم نحن بغينا نحسبو الحجم ديال هاد الموشور هاد كامل نك بالنسبة الى في هنا قلناك تساوي اس ضرب عش هنا غالبان هاد اس هاد يعني خاصان ضل يعني بل الطبيعة ديالها واش هي موربا واش هي موثلات واش هي مستطيل باش نعرفو كيفاش نحسبو الميساح ديالها نك هنا بالنسبة الى المثال القاعدة على شكل مستطيل وبالتالي فالميساح ديال المستطيل هي طول في ضرب العرض وبالتالي غد ندير غد نمشل هاد المواتيات اللي عندي هنا عندي A B وعندي مثال B C عندي A B وعندي B C دونك الميساح ديال هاد القاعدة هي هاد ضرب هاد دونك غد ندير V كتساوي A B ضرب B C دونك هاد مساح ديال القاعدة بنسبة الارتفاع هو A O يعني غالبا بنسبة الارتفاع يعني لا تعطيكم غير واحد فهاد هما أعطيكم A O ولا تعطيكم مثال B F ولا تعطيكم D A ولا تعطيكم C G يعني راه نفس غير يكون عندهم نفس القياسات وكتعوض نك أعبي راه كتساوي 3 بنسبة ال B C كتساوي 4 بنسبة ال A O كتساوي 6 ونحسب نك الجودة هاد غير يعطينا 72 وبتاويض الحال منساش الوحدة وباش خدامين وكن نديره سنتيمتر وهنا يقص ثلاثة علاج لأن بنسبة الحجم دائما متعلق بثلاثة ديال لأبعد إذا هذا كان مثال توضيح ديال الموشور القائم يبغض ندزول الهارام والطريقة كيفاش نحسبوه الحجم دياله لون بنسبة الهارام الحجم دياله بحاله بحال الموشور القائم كان ديال المساحة ديال القاعدة ضرب الارتفاع غير هو تنقسم دائما على ثلاثة لأن المساحة ديال القاعدة لانا التحت براماشي هي نفسه المساحة ديال القاعدة وبنسبة الهارتفاع وفي هذا المثال الارتفاع هو SO إذا نعطيه مثال كذلك توضيح باش نعرفه كيفاش نحسبه الحجم ديال هاد العرب ونحتفظه بهذا المواطئات اللي عنا في هاد المثال الأول يعني نفس المواطئات وبغينا نحسبه مثلا الحجم ديال هاد المجسم هذا اللي قلناه هو عرب إذا في كي يساوي اس ضرب عش هنا تنقسمه إلى ثلاثة ماشي بحال عناية تنقسمه إلى ثلاثة بالطبع الآن هنا المساحة القايدة القايدة عبارة عن مستطيل وبالتالي المساحة ديالها هو طول ضرب العرض إذا هنا طول مثال عب ثم يعني العرض مثال بسي إلى غير ذلك ونحسب نحسب عب ضرب بسي ضرب اس واللي هو الارتفاع ديال هاد ديال هاد الهارم وتنعود وتنحسب من بنسبة لهذا ديال هاد يجي حسبناه من الفوق هي 72 ولقسمناه إلى ثلاثة غا تعطينا 24 سنتيمتر ودائما وثلاثة لأنك نعضر على الحجم وفي ثلاثة ديال الأبعد إذا هذا بنسبة لهذا الفقراء ديال طريقة ديال حساب الحجوم نحن نمره لطريقة الفقراء الأخيرة فهذا الملخصة ديال تكبير وتصغير مجسم ونحن نحاول ناخده واحد المثال فقط مثلا ناخده هاد المثال ديال الهارم تعطيكم غالبا مجموعة من الأسئلة على هاد المجسم ومن بعد تعطيكم عود تاني تقول لك هاد المجسم صغرنا مثلا صغرنا مثلا ناخده مثلا مثلا المثال ديال أنا نصغرنا وحصلنا على واحد المجسم آخر والأسئلة اللي تعطيكم يعني مثلا كيفاش تنتقل من هاد المجسم هاد لهاد المجسم مثلا انك مثلا كتعرف الارتفاع ديال هذا كيفاش تحسب مباشرة الارتفاع ديال هذا أو مثلا انت ديجة حسبتي لمساحة ديال هذه القاعدة كيفاش تمرني شان انك تحسب مثلا او تستنتج لمساحة ديال هذه القاعدة او مثلا تدجة حسبتي لحجم ديال هذا الارتفاع ويقول لك مثلا علما ان النسبة ديال الصغير هي هاد المثال يعني واحد لعدد معيين وتقول لك مثلا ستنتج لنا بلا ما تحسب ازيره لحجم ديال هذا الصغير هذا نشوفوا الطريقة كيفاش مثلا قلنا 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 ناخده المثال ديال هذا الارتفاع وصغرنا بواحد نسبة مثلا اللي هي واحد على جوج والنسبة ديال تصغيرها دائما تكون صغيرة على واحد إلا صغرنا واحد الجسم يعني واحد الموج السام معيين صغرنا بواحد نسبة معيينة ارى دائما ذلك النسبة تكون صغيرة على واحد وموجه بيانيره ممكن لا تنزل على صغيره وإلا كبرنا يعني نكبره بواحد العدد اللي هو كبير على واحد هذه فقط ملاحظة إذا سنتدزل مثلا ندير هذا الارتفاع مثلا ناخده الارتفاع مثلا أنا ديال حسبت هذا الارتفاع هذا عندي مثلا عشرة وأنا صغرت هذا الموج السام هذا بواحد نسبة اللي هي واحدة لاجوجي يعني النص هذا في عشرة إذا رأيش هاجيك تقبلها العقل هدا يكون فيه خمسة ولكن نبغيت مثلا الطارق كيفش نحصل على هذه الخمسة هذه نتي لقم عشرة نونك هاد اس او بريم مثلا هو الارتفاع ديال هاد الهارم الصغير رأى كي يساوي واحدة لاجوج إلا ضربناه في الارتفاع ديال الكبير يعني نسبة صغير ضرب الارتفاع الكبير بمعنى هو النص يعني النص ديال هاد الارتفاع الكبير الارتفاع الصغير كي يساوي نص ديال الارتفاع الكبير الطريقة كيفش نحصلنا على هذا النص هي واحدة على جوجي نسبة صغير ضرب اس او علش درت لكم هاد هاد ضرب هذا لان بعض المرات ماشي بضروري يعطيك واحدة على جوج لانا في هاد الميتار تيبان سهل شوية يقدر يعطيك مثلا جوجو على ثلاثة الى غير للك طيب بصيفة عامة تبقى دائما تدير هادك نسبة صغير ضرب هادك الكبير هادك كبير اسد نسبة طول ليس على مساحة انا مثلا حسبت المساحه اذا اردت حسن انتجها في هذه القاعدة اتو هل تربط انت بعضها العلاقه هي هذه المساحه الصغير و القاعدة الصغير تساوي نسبة صغير و قد و أجل هى 1 و 2 لماذا؟ لان المساحه فيها جوش اتو ابعد وبالتالي سوف نصغر له جوش المرات واذا كنت افعله في المساحه القطاع وعن نضعها في المساحه الكبير بمعنى المساحة الصغيرة تساوي المساحة الكبيرة مقسم على هذا الجج ضرب الجج يعني في هذا المثال هذا النسبة الصغيرة إذا كانت واحدة على الجج بالنسبة للحجم أنا مثلا حسبت الحجم الكبير و أريد أن نستنتج الحجم الصغير أشان هي العلاقة التي تربط بناتهم هي هذه الحجم الصغير يساوي نسبة الصغيرة والثلاثة لماذا؟ لأن الحجم فيه ثلاثة ديال الأبعاد ضرب الحجم الكبير و كنت تساوي مثلا في المثال في مقسم على جوج ضرب جوج ضرب جوج و هنا ثلاثة ديال الجوج يعني غير جوج و هنا واحد ديال الجوج إذا كان هذا الشرح طريقة مثلا الانتقال من هذا المجسم الكبير لهذا المجسم الصغير في حالات مثلا صغرنا و هنا نفس الشيء بنسبة مثلا إلي كبرنا غير نسبة ديال الجوج قد تكبير مثلا نفط عريض مثلا أنا بغيت نتعقل من هنا إلى هنا هذا رأس صغير وهذا سيكون ضعف دياله وبالتالي نسبة ديال تكبير ستكون المقلوب دياله هذه نسبة صغيرة اي واحدة الهجوج نسبة كبير ستكون اي جوج يعني رأى الضعف من هنا إلى هنا نسبة كبير اي جوج إذن سنمر للتطبيق الأول الذي قلناه خاص بالموشور القائم بالنسبة للتطبيق لدينا R, B, C, D, U, F, G, H متوازي لمستطيلات القائم بحيث لدينا مجموعة من المواطعات بالإضافة للمجموعة من الأسئلة شاملة يعني لأغلب الأسئلة التي تعود بالنسبة للموشور القائم إذن نبدأ بالسؤال الأول وهو حساب طول لهذا الدلع وهو H, F أول شيء سنقوم بعمل الشكل وسنقلب على H, F فين كينا بنسبة لهذا الشكل الذي قلناه هو متوازي لمستطيلات لكي تخيلوا الشكل مزيلا إذا أعطاكم هذا في الفرض أو في الامتحان الجهوي هذا المتوازي لمستطيلات دائما هو لقاعة دي القسم يعني أنت في وسط منه وكتدوز الفرض بنسبة لH, F هو هذا الدلع هذا لكي نحسبه يكفي فقط أنك تقلب على واحد الموثلات يكون قائم الزاوية ويكون مثلا بنسبة لهذا الشكل الموثلات القائم الزاوية وهنا لكي هذا H, F هو الوطر دياله وهذا الموثلات قائم الزاوية هنا في E إذن سوف ندير لدينا أف 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 أش موثلات قائم الزاوية وغد نطبق مبارهنات فيطا غورس المباشرة إذن حسب مبارهنات فيطا غورس المباشرة فإن هذا الدلع اللي كنقلب عليه اللي هو الوطر فهذا الحالة و C2 كي يساوي هذا الدلع هذا E, H و C2 زيدي عليه E, F و C2 أشنوتي بقالية فقط نعود هذا من الأعداد يجنع نحن في المواعطيات النسبة کہ E, H لا هو knows ولكن كانت لدي واحد الدلع أمر شعار C3 The code A A My C4 E, F wäh C4 C4 C2 و كنا حساب او سي 2 هي 4 بنسبة ال 6 او سي 2 هي 36 و الى جميعناهم غايتنا 40 و مشنون اللي كي يسوي 40 او سي 2 و انا بغيث او سي 2 عند او سي 2 نضيع الجدر اذا او سي 4 وبطبق الحال ما ننسوش الواحدة يخدمين بالواحدة في هذا الحال او سي 2 نضيع HF تسوي الجدر 40 سنتيمتر هذا بنسبة السؤال الأول سنمرر السؤال الثاني الاف لأنه يبين انه غير يعطيكم انه غير تسوي لك علش بنسبة لك هاذ المستقيم DH علش المستقيم DH عمودي على المستوى عمودي على المستوى EH 镝 فنن هو هاذ المستقيم DH وبنسبة لك هو هاذ المستقيم يا جدك علش عمودي على هاذ المستوى هذي يعني علش عمودي على هاذ الورقة هذي لالتحت هذا القاعدة هذي المستوى هرادر بحالش ورقة لك قالك علش عمودي عليه Blue انه هذا المستقيم هذا به ده حيث لارب الحمر لدينا هذا المستقيم يهتم للأوض المستقيمة في المستقيماتisti في الورقة الليل تحت فهذا المستقيم سيكون دكسيات عمودي على هذه القاعدة هذه واحد المستقيم لكي يكون عمودي على مستوى يكفي فقط انه يكون عمودي على جوجة المستقيمات وهذه جوجة المستقيمات كانين ضمن هذا المستوى هذا لدينا دي أش عمودي على او اش عمودي على هذا ونفس المستقيم اللي هو دي أش عمودي على اش جي عمودي على هذا وهذا جوجه او اش وهذا اش جي هاتجوجه هدو كانين ضمن المستوى او اش جي يعني كانين في هاد القاعدة اللي يلتحت إذاً سنقوم بعمل المستقيم الـ DH سيكون عمودي على المستوى EHG هذا السؤال وهذا السؤال اللي جاي من بعد فقط أسئلة بغينا نشيلو لهم لأن بعض المرات التعومات يكونوا في ذاك الجهاوي إذاً نمر السؤال ذا اللي هو خاص هنا بالإستنتاج أننا نستندجو لموثلات الـ DFH أنه قائم الزاوية فأنت أعطيكم شي سؤال فيه إستنتاج أنا يعني الجواب دي لهذا السؤال غالباً تكون في الأسئلة اللي قبل منه إذاً هنا أعطونا هذا الموثلات هذا الـ DFH قال لك علاش هاد الموثلات قائم الزاوية لكي يكون قائم الزاوية خاصة مثلاً أن يكون هاد الموثلات عمودي على هذا لكي يبقى لي غير نبيين علاش هذا عمودي على هذا شسو عندي أنا في الأول لقيت أن هذا المستقيم هذا العمودي علي هاد المستوى متابعة عندي هذا المستقيم هذا اللي هو HF منك عندي هنا يحتيال المستقيمه على الراكين في هذا المستوى هذا مثلاً Legacy ducks حين في مستوىput حتى الراكين على الراكينlanجة لذلك رأي كين الزاوية قائمة هنا يابنتهم ومدم انها كين الزاوية قائمة يعني هذا عمود على هذا اذا هذا المثلات سيكون قائم الزاوية وبالتالي دي اف اش مثلات قائم الزاوية في نقطة اش اذا نمر السؤال الاخر في سؤال جوج ونحسب المسافة الدي اف اذا بالنسبة للمسافة الدي اف اذا نقصد بها من هاد النقطة هادي وبطريد الحال لهاد النقطة هادي نوك نقصد بها هاد المسافة كلها من هاد النقطة للفوق لهاد النقطة للتحت نوك باش نحسب يعود خاصني يعني ان نقلب على مثلات يكون قائم الزاوية ونستغل مبرهانات في طاقورس نوك عندي هاد المثلات هذا قائم الزاوية في هاد النقطة اش نوك نتخيله الشكل مزيان وقلنا باش تخيله الشكل مزيان نعود هذا فقط يعني تخيل رسك انك تدوز وسط منه يعني هو دير بحلق عادية القسم نوك من هاد القونت هذا الى هاد القونت غير تخيل فقط ان هاد مثلات قائم الزاوية هنا وبالتالي طول ديال هاد هاد رأي عندنا في المعطيات ديال هاد راح سيكون هنا حسبنا هنا واش اف حسبنا قبيلة وبالنسبة لهذا غاد يكون هو الوطر دياله وغاد نستعمل مبارهانات في طاقورس اذا انا عنا دي اف اش متلات قائم الزاوية في النقطة اش اذا حسب مبارهانات في طاقورس المباشرة فان دي اف هو الوطر هو الكبير كيسا والسي اتنان كيساوي دي اش يعني هاد دياله هذا وسي اتنان زيد عليه اش اف والسي اتنان اش نوتي بقليا تي بقليا فقط انا ننعود نوك بنسبة لدي اش الدي اش قلنا هو الارتفاع بحاله بحال اه لنا في المعطيات يعني هو اربعة سوف نقوم بتحديد 4 و 6 2 زائد 40 و 6 2 وهذه سوف نقوم بتحديد 4 و 6 2 هي 16 وبنسبة لجادة 40 و 6 2 هي 40 و 16 زائد 40 هي 56 وبنسبة لجادة 50 هي دي اف و 6 2 وأنا بغيت دي اف إذا دي اف كتساوي جادة 56 و ما ننساش كما قلنا دائما الوحدة باش اخدامي لك نخدامين بها دونك هذا بنسبة للسؤال جوج نمر للسؤال الثالث اللي كتعلق بالحجم دونك اول سؤال هنا بنسبة للسؤال الاليف الحجم دي المتوازي المستطيلات اذا اول حاجة قد نقرأ هاد يعني اسمية دي المتوازي المستطيلات A B C D A B C D E F J H يعني كان هادروا على هاد الموشور لقائن كامل يعني هاد المتوازي المستطيلات كله بغنان الحجم دياله و كما يعني شرنا في الفقرة الاولى ان مثلا الحجم دي المتوازي المستطيلات دائما يعني بحيلا غاد نعمره اول حاجة كتعمره هي القاعدة كله وهذه القاعدة يعني كتبقى نفسه تلفق وبالتالي غادي الحجم دياله كيساوي المساحة ديال القاعدة ضرب الارتفاع اذا غادي ندير في كتساوي S ضرب H هذه هي المساحة للقاعدة فقط دائما بنسبة لهاد الاشكال خاصة ضل بالطبيعة ديال المساحة وشية على شكل متلات ولا على شكل مربع ولا على شكل مستطيل فهذا الحالة القاعدة على شكل مستطيل وبالتالي فالمساحة ديالها غادي تكون يطول ضرب العرض وفي المعطية ترى عندنا هنا مثلا اما نحسبو ديال الفوق او ديال تحترى بحال بحال ممكن يعني AB وعندي AD لان AB و AD يكفي فقط يعني باش نحسب المساحة ديال القاعدة غادي ندير AB ضرب AD وبنسبة الارتفاع الارتفاع هنا يرى عندنا O كتساوي 4 سنتيمتر يعني غادي فقط غادي نعوض AB ضرب AD ضرب AE ونعوضهم بدل الارتفاع والحساب وغادي نعطينا V كتساوي 48 سنتيمتر مقعب دائما بنسبة الحجم قلنا كي يكون هنا يوسيتنا اذا هذا بنسبة السؤال الاف بنسبة السؤال با هذا خاص بالحجم ديالهارام بطبيعة الحال عادي نقرأ وهذه السمية هذه D D E F G H عشون اللي تهمنا في هاد في هاد الهارام هاد او في هذه الشكل خاصة نعرف فنها هو الارتفاع دياله وخاصة نعرف طبيعة ديال القاعدة دياله وبنسبة الارتفاع ما دم الرأس دياله هو D والقاعدة دياله هي هادي الي تحت إذا الارتفاع غد يكون هو دي اش يعني الطول دياله بحاله بحال ديال يعني اه كي يسوي اربعة وبنسبة للقاعدة القاعدة هي هذه القاعدة كله يعني بحال هذه اللي هنا ايه اذا بنسبة للطريقة ان الحجم دائمان ايه المساحة ديال القاعدة ضرب الارتفاع غير وتنقسم دائمان على ثلاثة عندكم نسوها ثلاثة ايدي دائما بنسبة لهارة ممكن نقسمها له ثلاثة ونعود بنسبة المساحة ديال القاعدة ايدي القاعدة الى شكل مستطيل اذا قد ندير هذا ضرب هذا يعني قد ندير ستضرب جوج رب حال القاعدة اللي التحت بحال القاعدة للفوق ثم بنسبة الارتفاع يعني رب حال هاد الشي هذا اللي هنا ايه اكفي فقط يعني نعود وغير هذا هنا نقسم على ثلاثة لانا تنظره على الهارة وبالتالي هذا رح سبنا ديجا قبيلا هو 48 وإلا قسمنا له ثلاثة هي 16 سنتيمتر مكعب اذا هذا بنسبة للتطبيق الاول اللي مش هو التطبيق الثاني اللي قلنا خاص بالهارة وبتوقع الحال هاد جيهاوي ديال جهة سوس مسا ديال 2017 ممكن ايه انها في نص ديال هاد التطبيق مجموعة من المواطعيات بالاضافة يعني لهاد الاسئلة هادو نبدو بالسؤال الاول اللي كي تعلق بحساب الحجم ديال هاد المجسم يعني اول حاجة غدي نقرأ هاد النقط هادو يعني كنا ندرو على هاد الهارة مكاملو دونك منسبة للهارة مكامل قلنا جوج عنا سير كيهمونا نحدو الارتفاع ديالو فين هو ثم القاعدة ديالو طبيعة ديالها واش هي متلات واش هي مستطيل واش هي مربع باش يمكن لنا نحسبو لمساحة ديالها دونك الى ارجعنا للمعطيات ليكون ايه سي ا 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 ومتساوي الساقين يعني هاد ضلع هاد مجاد مع هاد ضلع هاد يعني رأى في المعطية ترغي اعطينا غير وعد فيهم وادش اللي كان دونك اعطونا غير اعضي اعضي كتساوي 4 سنتيمتر دونك من هنا لعنية رأى 4 وبطريط الحال مدام انه متساوي الساقين رحته من هنا لعنية غد يكون 4 سنتيمتر اذا غدي مشهول الحاجم قلنا بنسبة الحاجم دائما مدام ان الامر كتعلق بالهارة اذا غدي ندير دائما في كتساوي اس ضرب اش وتنقسم على ثلاثة ما ننساش هات ثلاثة هادي دونك تنقسم على ثلاثة اذا بنسبة للميساح هاد يلمو ثلاثة راجلنا غدي ندير هذا ضرب هذا وهذا نقسم على جوج دونك ايا 4 ضرب ربعة مقسم على جوج وتنضرب في الايرتفاع اللي هو 6 اذا ربعة ضرب ربعة ايا 16 الى قسمنا على جوج ستعطينا 8 ثلاثة ستعطينا 16 سنتيمتر مقعب اذا هذا بنسبة لحجم ديال الهارام CABD سؤال الأول غدي مشهول السؤال الثاني هنا يعطينا مجموعة من النقاط تعطينا النقطة E و F و J اشيكونوا منتصفات ديال هاد القطاع هادو على التوالي والهارام C F G تصغير للهارام CABD يعني هاد الهارام هذا هو تصغير لهاد الهارام الكبير اذا بنسبة للسؤال الأول هنا الالف غدي نحاول نحدد نسبة صغير انتلاقة من هاد المعطاية هادو هنا بنسبة نسبة صغير اكن ضمن سهلة مدم ان هاد النقاط يعني منتصفات ديال هادو كل القطاع يعني ان هاد الهارام هذا هو تصغير لهاد الهارام يعني بالنص بمعنى نسبة ديال تصغير غدي ندير بما انه نقاط E و F و J منتصفات القطاع C A و C B و C D فعند نسبة صغير غدي تكون ايا واحد على جوج لذلك هاد سيغان بنصيها باش انا نجاوبوه على هاد السؤال نمرو السؤال باء اللي هو انا نحسبوه المسافة E F لذلك هنا بنسبة المسافة E F بطبيعة الحالة راحنا نجمعها من الطرق باش نحسبوها اما متى انتلاقة من هاد المسافة A B متى الان الى وجدناد A B و حسبناها باش نحسبوه E F هذه غايتكون نص ديالها لان هنا نسبة ديالت صغير هي النصية واحد على جوج يكفي فقط يعني ناخد هاد أب دون قسمه على جوج و غدي نحصل على E F ممكن هاده طريقة او متى الان انتلاقا من هنا يعني هاده مثلات قائم الزاوية في النقطة G اذا غدي نستعملو مبارهنة فيتاقورس المباشرة و غدي نحاولو نحسبو هاده E F لول وطر ديال هاد المثلات اذا عندنا E F G مثلات قائم الزاوية في النقطة G اذا حسب مبارهنة فيتاقورس المباشرة فإن E F لوقلنا هو الوطر لان هذا يكون قائم الزاوية بحاله بحال هذا الليل تحت قائم الزاوية نايا وهاده التاومة يعني اضلاع متقيسة يعني هاد المثلات قائم الزاوية و في نفس الوقت متساوي الساقي بنسبال طول ديال E G هو نص ديال عضي هذا فيه 4 سنتيمتر اذا بنسبال هاده غيكون فيه جوج كذلك بنسبال G F غيكون فيه جوج يعني غدي نعوض جوج و ستنا زائد جوج و ستنا هي ربعة زائد ربعة زائد ربعة اللي هي ثمانية لون بنسبال E F و ستنا هي ثمانية انا بغيت E F اذا E F كتساوي جدر ثمانية سنتيمتر لون هذا بنسبال السؤال غديمشو الاخير سؤال بنسبال لها التطبيق اللي هو حساب ديال الحجم بنسبال حجم ديال هاد لموجسام هذا الصغير هنا يرى عنا قلنا بزاف ديال طرق باش نحسبو الحجم دياله اما مثلا نحسب يعني الحجم دياله A zero يعني ندير المساحة ديال القاعدة و نضربها في الارتفاع و نقسم على ثلاثة او انطلاقا من الحجم ديال الكبير بما انني مثلا في السؤال حسبت الحجم ديال الهارم الكبير و انا سنعرف مثلا نسبة ديال الصغير يعني يكفي فقط انني نستطمر ذيك العلاقة اللي شفنا في المرخص ديال الدرس اللي كتربط بين الحجم ديال الكبير و الحجم ديال الصغير الى عرفنا مثلا النسبة ديال الصغير اذا هنا كتبقى دائما بين اسهل ديال الطرق باش نحسبو مثلا او نستنتجو الحجم ديال هاد الهارم الصغير اذا مثلا هنا سنرمزو ليه في بريم يكون حجم الهارم ديال سي او اف جي يعني هاد الهارم الصغير هذا الحجم دياله في بريم كتساوي نسبة ديال الصغير او ثلاثة لان هنا كنظروا على الحجم يعني ثلاثة ديال الابعد ضرب الحجم ديال الكبير وهذا راح سبناه كبيره يكفي يعني فقط انا نعوضه و نحسبه اذا هنا هي في بريم كتساوي في على جوج ضرب جوج ضرب جوج لان واحد على جوج الكلو ستلاتة هي واحد على جوج ضرب واحد على جوج ضرب واحد على جوج و في هي 16 و 16 يقسمناها على 8 هي جوج سنتيمتر مقعد هذا كان اخر سؤال الى هنا نصل الى نهاية هذا الدرس شكرا على حسن المتابعة و الى اللقاء